خلونا هنا نرجع على يعني احنا نتحدث عن ما يحدث في قطاع غزة وتحديدا في رفح جزء لا يتجزأ من فلسطين وإحنا بمتكلم على أن احنا نريد النصل في وقت من الأوقات قريبا جدا أتمنى ذلك إلى أننا يبقى فيه عندي دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة عاصمتها الأدس الشرقية حدودها يا حدود ما قبل 4 يونيو 1967 وهنا يجب فورا أنك تعود إلى رئاسة الدولة الرئاسة الفلسطينية تحذر من مخاطر التصعيد الإسرائيلي وارتكاب المجازر في رفح الفلسطينية وفي نفس ذات الوقت تطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل الفوري لمنع قيام سلطات الاحتلال باجتهاح رفح ينضم إلينا لتحليل هذين التصريحين ما بين تحذير ومطالبة الكاتب والباحث السياسي من رامالة دكتور أحمد زكارنة أهلا بك أهلا بك أخي يوسف ومشاهدينك الأكار أهلا بك سيد أحمد الدكتور أحمد يعني ما بين التحذير من مخاطر التصعيد ومطالبة الرئاسة للولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل الفوري في حين أنه الرئيس محمود عباس يعلم جيدا بل وصرح بأنه بايدن هو المشكلة فإلى أي مدى تظنون أنه الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لوقف التصعيد أو لخلق ضغط ما على بن يمين نتنياهو وحكومته لوقف هذا التصعيد وهذه المجازر يعني إن كنا صرحاء مع بعضنا البعض نعلم تماما ويعلم كل مشاهد أن المشروع الإسرائيلي هو مشروع أمريكي وبالتالي حينما نتحدث عن الملف الإسرائيلي في الداخل الأمريكي هو يعد ملفا داخليا بهذا المعنى في كل هذه المعركة في إطالة أمد هذا الاقتلال في استخدام الفيتو الذي شاهدنا جميعا بأنها الدولة الوحيدة حول العالم التي استخدمت الفيتو في فارقة غريبة من نوعها الدولة التي أنشأت إسرائيل وهي بريطانيا لم تستخدم الفيتو الدول القامية والخليفة والراعية فرنسا ألمانيا إلى آخر لم تستخدم الفيتو ماذا يقول ذلك يقول أن الإدارة الأمريكية تحاول إدارة الصراع وليس إنهاء الصراع وهذه فارقة كبيرة يجب أن ننتبه إليها لربما تختلف إدارة بايدن مع حكومة نيتانياه ولكنها تختلف مع شخص نيتانياه وحكومة نيتانياه ولا تختلف على الدولة الإسرائيلية ومشروع الدولة الإسرائيلية وبهذا المعنى لا تتوفر الإرادة السياسية حينما نتحدث اليوم عن المبادرة أي مبادرة أو أي تفاوض هو يقوم بالأساس على إرادة سياسية أكثر الأطراف الموجودة في الحقل السياسي اليوم لديه إرادة سياسية هو الطرف المصري حتى أكثر من حركة حماس وأكثر من حكومة الاحتلال علما بأن الطرف المصري رمى بطوق نجال كلا الطرفين حركة حماس تعلم تماما بأنها لن تعود بهذه القوة العسكرية التي كانت عليها قبل السابع من شهر أكتوبر الماضي وبالتالي هي بحاجة لدول الإقليم التي كانت لديها أو تشكل لديها حاضنة سياسية تخلت عنها بشكل واضح ونعلم ونسمع ما حدث في الملف القطري والتصريحات القطرية بأنها ستتخلى عن المكتب السياسي وإيران الكل يعلم أيضا أنها أبرمت صفقة مع أمريكا وبالتالي هي تلعب دورا من الأدوار المرسومة في المنطقة وبهذا المعنى عركة حماس بحاجة لاتفاق وبحاجة لإنجاز مكسب سياسي في ظل وجود حراق شعبي بريطاني وأمريكي وفرنسي وحراق لم نشهد له مثيل تيلة سبعة حقود سابقة في المقلب الآخر حركة حكومة نيتانياهو حكومة تطرف إسرائيلي لديها مشكلة داخلية ولديها مشاكل خارجية ووصلت إلى محكمة العدل الدولية ووصلت إلى الجنايات محكمة الجنايات وهذا يقول أيضا وخلاف مع إدارة بايدن هذا يقول أنه في مأزة كبير ونتانياهو يعلم بأنه مع نهاية هذه الجولة من العدوان انتهت حياته السياسية وبالتالي مصر رمت بطوق ناجاة لكل الأطراف بما فيها طرف السلطة الوطنية الفلسطينية لأنها لأول مرة في مبادرة سياسية تأتي على ذكر شراكة منظمة التحرير عبر السلطة الوطنية الفلسطينية وهذا يؤسس لإنهاء الانكسام الفلسطيني الفلسطيني وهذا يتفق مع الورقة العربية التي قادتها مصر وصاغت جزء كبير منها مصر في بداية العام في شهر واحد الماضي هذه التقاطب التي تقول أن الطرف المصري هو الطرف الوحيد التي لديه إرادة سياسية لأنه كمان غزة ورفاح هي أمن قومي مصري ليس فقط لأنها لا لأنها تريد الحرب أو تريد إنهاء الملف الفلسطيني لأنها تريد مستقبل المنطقة أن يتأسس على أسس سليمة الأطراف العربية باتت تدرك بأن المجتمع الدولي برمته بات مهيعا لقبول دولة فلسطينية مستقلة على حدود السابع من شهر حزيران 67 ولكن الرافض الوحيد والذي يقول أني الزعيم الإسرائيلي الوحيد الذي أحول دون قيام دولة فلسطينية هو شخص نيتانياو وهنا تأتي العقدة التي تقابل إدارة بايدن والتي لا تريد إدارة بايدن أن تتخذ فيها موقف حقيقي وهي قادرة على اتخاذ الموقف وكما لم تستخدم البيتو في القرار 27-28 كما أوقفت اليوم إحدى الصفقات طبعا لا توقف الدعم السياسي والعسكري بشكل كامل ولكن تحاول أن تناور وتحاول أن تضغط على نيتانياو بشكل أو باخر كل هذا يقول بأن أوراق اللعبة كما قالها السادات قابل قبل أربعين عاما أوراق اللعبة بمعظمها في اليد الأمريكية إن أرادت وتوفرت الإرادة السياسية لدى الطرف الأمريكي يستطيع أن يفعل وهذا وهنا يأتي الضغط العربي أظن وأعتقد ونقرأ سياسيا بأن مصر بالشراكة مع قطر وبعض الدول الأردن وبعض الدول العربية تحاول أن تضغط في هذا الملف على الإدارة الأمريكية ولكنها لم تصل بعد إلى دفع الإدارة الأمريكية إن صاخت تعبير إلى اتخاذ موقف حاسم اليوم استمعنا إلى بايدن يعود للرواية الأولى بأن حركة حماس عملت ثلوكوست جديد أبادت ألف ومتين يا أخي خليك أبادت ألف ومتين تبقى الخمسة وثلاثين ألف شو وضعهم مئة وعشرين ألف إنسان ما بين شهيد وجريح شو حسابتهم هل هم ليسوا بشرا واليهودي بشر هذه كلها مفارقات تقول بأن الأمر يتوقف لدى الإدارة الأمريكية وإرادته في إنهاء هذا الصراع خمسة وثلاثين ألف شهيد فلسطيني من تقريبا حوالي اتنين مليون وربعمائة ألف مواطن فلسطيني في القطاع يعني لو بالنسبة والتناسب يوازون تقريبا أكتر من أربع مليون أمريكي يعني وده يخليني أسأل ما الذي يمكن أن يتم مناقشته أو الضغط به على بايدن أو حتى الوصول إلى قناعات مشتركة ما بين الكتلة العربية وبايدن لتوقيع ضغط مع الإسرائيل ما الذي تستطيع فعله المجموعة العربية حتى يتحرك بايدن هذا سؤال مهم أخي يوسف وهذه السؤال الحقيقة وهذا السؤال الذي يجب أن يصارح أنفسنا به اللغة السياسية هي لغة المصالح اليوم أنا كتبت مقال قبل أربعة شهر بأن المشهد في غزة هو مشهد أول في حرب عالمية ثالثة ليس شرطا أن تكون حرب تقليدية ولكنها حرب ما دون الدول حرب حركات كما حركة حماس الحوثيين حزب الله إلى آخرين تستخدمهم إيران لتحريك ملفها ولتحريك ووضعها في المنطقة كلاعب أساسي ولكن هناك لاعبين دوليين آخرين يستجلوا الموقف ويعملون لمصالحهم بكل تأكيد هو الملف الروسي والصيني طب لماذا اليوم الاتفاق العربي أو السعودي الصيني الأخير خلق حالة من الهستيريا داخل أمريكا لماذا لا تكون هناك اتفاقيات أوسعة على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي على الانفتاح على أقطاب أخرى غير أمريكية خاصة ونحن نعلم ونرى ونشاهد ونتابع بأن أمريكا تذهب إلى حالة انعزال لأول مرة منذ أربعين عاما منذ واحد وتسعين بالزبط منذ هدم جدار برلين يتتجرأ بعض دول أوروبا وتقول سأعترف بالدولة الفلسطينية هنا اندققنا في هذه التصريحات هي عقاب للإدارة الأمريكية هي عقاب لأننا الأوروبيين ذهبنا بعيدا في تبعية أمريكا والإدارة الأمريكية بدأت هناك حالة تمرد موجودة في السياسة الدبلوماسية الأوروبية حتى في زيارة رئيس الصين لفرنسا اليوم وهذا التلميح الفرنسي الذي يقول بأني أحاول أن أنشئ قوة أوروبية منعزلة نوعا ما أو متحررة نوعا ما من الإدارة الأمريكية لماذا المجموعة العربية أيضا ما تضغب بهذا الاتجاه كل المؤشرات الدولية تقول بأن قطبية وزعامة أمريكا لن تدومها هناك لاعبين آخرين بدأت في حرب أوكرانيا روسيا تقول بأن روسيا تستطيع وهي روسيا التي لم تعد هي روسيا قبل الواحد وتسعين يعني أيام الحرب الباردة ومع ذلك استطاعت أن تحدث شيء الصين اليوم تلاعب أمريكا على نار هادئة وعلى حساب الدم العربي وعلى حساب الدم الفلسطيني تلاعب أمريكا لأن جزء مما يحدث في الشرق الأوسط هو حرب ممرات ممر بايدن أوروبا في مقابل ممر الطريق والحزام الصيني في مقابل لننتبه سوية إلى زيارة أردوغان للعراق مؤخرا والحديث عن ممر التنمية الذي تحدث عنه يعني هذا الحديث يقول بأن الحروب التي تشتعل حول العالم اليوم هي حروب ممرات حروب مصالح حروب تجارة بنفس هذه اللغة تستطيع المجموعة العربية أن تأخذ مواقف أخرى أن تذهب أنا لا أقول أن تدخل في مواجهة مع الإدارة الأمريكية ولكن لغة المصالح تستطيع أن تحركها وقد فعلناها سابقا في حرب أكتوبر حينما أوقفنا النفط أنا لا أقول أيضا أن نكون في النفط اليوم لأن سلاح النفط لم يعد بهذه القوة التي كانت عليها في الثلاثة وسببين لأن يأتي النفط في أمريكا لحالة يستطيع أن يغطي جزء كبير ولكن هناك لغة لها علاقة بالمصالح تستطيع أن تتحرك بها المجموعة العربية وتطغب بهذه اللغة وتقول كفى إلى هنا وكفى في تصريحات أخيرة مؤخرا خرجت من الإدارة الأمريكية لإمكانية عقد صفقة ما بين الولايات المتحدة مع السعودية دون الطرف الإسرائيلي هذا شكل من أشكال الضغوط على حكومة نتنياهو لما يريده بايدن لماذا لا نقلب المعادلة ويكون الضغط عربي على حكومة بايدن كي يضغط بدوره على حكومة نتنياهو هذه الحكومة المحتلة التي دكتور أحمد زي ما حضرتك دكتور أحمد وصفت في البداية تلك هي الجدالية الكبرى هي طبيعة الضغط الذي يجب أن يمارس على الولايات المتحدة الأمريكية من قبل المجموعة العربية حتى تتحرك أمريكا للضغط على إسرائيل حتى الآن على ما يبدو نحن لا نعلم ما هي أوراق الضغط التي يمكن أن نستخدمها أما بخصوص العلاقات العربية مع الصين الصين شريك تجاري واقتصادي ولا يتدخل في السياسة كما جرت العادة على الأقل من عام 79 وحتى الآن روسيا لديها علاقات قوية بعواصم القرار العربي لا نستطيع إنكار ذلك ولكن أيضا قدرة روسيا على التحرك في المنطقة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية فهي قدرة مقيدة والولايات المتحدة الأمريكية واشنطن تعلم ذلك جيدا وبالتالي لديها إطمئنان إلى أن المجموعة العربية حركتها ديئة إلا إذا ويمكن هو ده سؤالي إلا إذا إيه إيه الورقة إلا إذا أن وسعنا مساحات القدرة المقيدة للعلم ولنكن سرحاء الصين لا تتدخل ليس لأنها لا تتدخل لأن القدرة مقيدة من قبل من من كل الأطراف التي تتعامل معها إن وسعت لها هذه الأطراف بعض المساحات من القدرة ستتدخل الصين لأن الصين لديها مصالح أيضا الصين متضررة في حال يعني اشتغل خط بايدن أوروبا سيتضرر الطريق والحزام والذي هو مشروع صيني وبالتالي الصين بحاجة كما هو بايدن أقول لك أمر أخر بايدن يختلف مع حكومة نيتانيا ويختلف مع شخص نيتانيا هل تعلم من الذي يقيد بايدن الذي يقيد أنه لا يجد شخصية إسرائيلية عنده كاريزمة تستطيع أن تقود الحالة وتزيح نيتانياهو لا توجد حتى بني جنس شخص ضعيف ليس لديه هذه القدرة السياسية ليكون زعيما يستطيع أن يطرح نيتانياهو الذي يعني يجلس على سدة الحكم الإسرائيلي منذ تسعينيات القرن الماضي يعني هو كما هو الحكام العرب كان يؤخذ علينا بأن الحكام العرب يأتون ويجلسون طويلا نيتانياهو من الستة وتسعين إلى يومنا هذا تتحدث عن ثلاثة عقود وبالتالي هو يجابه إلى حد بعيد ما يحدث في المنطقة العربية هذا يعني بأن قوة الضعف التي لدى بايدن بأنه لا يجد زعيم إسرائيلي يستطيع أن يساعده أعطيك دليل ذلك أن الدولة العميقة في إسرائيل ومعها وسائل الإعلام تهاجم نيتانياهو بشكل واضح ليس لأنها ديمقراطية ولكن لأنها مدعومة من الإدارة الأمريكية بأن نضغط على نيتانياهو هنا وهناك كي نصل إلى ما نريده هم يريدون يريدون السير البراجماتي بدل الطيار الراديكالي الطيار الراديكالي يريد تطبيق نظرية الحسم التي ترحى سمطرش عام 2017 وهذا سيعني أننا سندخل في مواجهة واسعة الإدارة الأمريكية لا تريدها في هذه الأثناء لأسباب لا علاقة بأنها لديها أيضا ملف بحر الصين هي موجودة هناك ولا يريد أن تهتم في الشرق الأوسط أكثر من اهتمامها في مصالحها الكبرى والاستراتيجية وهي ملف الصين وهذا يعني بأننا يجب كمجموعة عربية أن نفكك القدرة المقيدة ونفتح بعض المساحات هذا يأتي عن طريق توسيع العلاقة الاقتصادية هذا يأتي عن طريق أننا نشرك اللاعب الصيني بأننا نريد موقفا وهذا حدث في مجلس الأمن لننتبه إلى تصريحات المندوب الصيني في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة هي تصريحات جيدة وجيدة جدا ولكن نريد المزيد كيف يأتي المزيد؟ لدينا مصالح اقتصادية نستطيع أن نوسعها لدينا صفقات سلاح نستطيع أن نفتح صفقات أخرى مع الصين يعني نشركها ندخلها يعني ندفعها للانخراط في مشكلة منطقة الشرق الأوسط وهذا يعود بالنفع على مصالحها الاتصادية وبنفس الوقت على مصالحنا أخيضا دكتور أحمد هل توجد دولة أوروبية نأخذ نموذج المشاريع التي تم الاتفاق عليها ما بين السعودية والصين لماذا استفز فيها الأمريكي؟ لأنها فتحت مجالات أوسع من المحدود والمقيد بالنسبة لأمريكا وهذا ما أشير إلي وهي خطوة جيدة وشاركك فيها لكن السؤال الأخير هل توجد أي دولة أوروبية خصوصا تلك الدول التي تعلن استعدادها للاعتراف الكامل بفلسطين مش بتكلم بالضرورة على الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي مجتمع أيا كان مستعدة لوقف عملياتها التجارية مع إسرائيل مشمولا فيها صفقات الأسلحة أو مكونات الأسلحة أو أي نوع كان من البضائع في أي عملية تجارية هل ترى أن هناك دولة تمتلك هذه الجرأة أو لديها هذه الإرادة؟ أسبانيا واتخذت موقف في مجلس الشعب الأسباني في البرلمان الأسباني أتخذوا هذا الموقف وقر هذا الموقف وبالتالي هذا تمرد أسباني وتمرد بلجيكي وتمرد في كثير من الدول حتى الدول الأربعة التي أعلنت مؤخرا على الاعتراف الدولة الفلسطينية هي لا تريد الاعتراف فقط هي تريد أن تعاقب الفيتو الذي استخدمه مؤخرا في مجلس الأمن لأنه لا يعقل ولا يصح ولا يستقيم أن تتحدث طيلة الوقت وتصدع رؤوسنا بمصار حل الدولتين وبالأفق والمقاربة السياسية وعند لحظة الحسم ترفع حق النقد البيتو وعند نقطة الحسم تقول سأعطي الفلسطينية أقل من دولة وأعلى من حكم ذاتي ماذا يعني ذلك؟ وتتحدث عن A, B وتتغادى عن C وC هي تمثل 62% من كامل مساحات الضفة الغربية و72% من الموارد الطبيعية توجد في مناطق سي هذا يعني أنها ليست دولة ولكنها كانتونات منعزلة لا اتصال ولا تواصل بينها وبين بعضها هذا ليس إنهاء للملف ولكن إدارة للملف ومساعدة في تطبيق ملف التهجير الذي تستهدف فيه بحقيقة الأمر الضفة الغربية وتحديدا مناطق سي دخلت على القط جديد قطاع غزة نرى اليوم المستوطنين وغلات المستوطنين الذي يسلح الموزير كيف للإدارة الأمريكية أن تحترم نفسها وهي تعاقب أربع شخص لا علاقة لهم يعني ما لهمش لازمة في الحياة بالبلدية ما لهم لازمة وتترك وزير يسلح غلات المستوطنين من حسابات البشر الذين أتلوا من كل مكان حول العالم يعني يستوطنوا أرضنا هو بن كبير هذا الرجل المتهم بخمسة هل سمعت يوما يا أخي يوسف أنا وأنت نفس الجيل يعني في الخمسينات هل سمعت يوما أن هناك وزير متهم بخمسة وخمسين قضية عنصرية في بلده في قضائه يعني ليس في بلد آخر حتى وإن تم استصدار قرار من محكمة الجنائية بملاحقته لن يلاحقه أحد ولن يأتي به أحد أنا وأنت نعلم جيدا دكتور للأسف الشديد هذا وقع مؤلم نعيشه بما أنه ذكرت أننا من نفس الجيل هذا موقف نعيشه ومؤلم منذ أن ولدنا في مطلع السبعينيات أو في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي عد علينا نصف قرن أشكرك جدا دكتور أحمد أشكرك جدا دكتور أحمد ذكرنا الكاتب والباحث السياسي محدثنا من رمالة عبر زوم أشكرك جدا دكتور أحمد ترجمة نانسي قنقر